انا عنا كنت عايز سيليك سؤال يا كابتن ميمي ودي نقطة مهمة جداً انت شوفت انت قد تكلم على فريق الكرة كده انت راضي عن الأداء ايه اللي حصل في آخر مباراة؟ لا آخر مباراة بس هي في مشكلة يا سيكريم أولاً الفرقة اللي عاوزة تكسب وتبقى قوية لازم يكون معاها احتياطة كويس جداً ودي مشكلة بتاعها بتاعات المكالي دي المشكلة بصراحة الرئيسية لان ما عندوش هو النهاردة حوالي 11-12 اللاعيب مخصص ليهم مفيش البديل كان لازم النهاردة الخريطة بتاعتك مع احترامي مش هنتكلم على أحمد عبد المنى والنادي القالي كل واحد اللي حق قول ان دي مش في الأجندة الدولية ايه ان شايف انه القالي كان عندو حق هو عندو حق بالاعيبته لان في حاجة لو كان الدوري خلص في معهده في شهر 6 احنا في فترة راحة كان هتاخد اللاعيبة وتعمل برنامج إعداد وتعمل برنامج تدريب انت الدورة بدأت في شهر 7 كان يبقى قدامك بتاع حوالي شهر تعرف تعد نفسك كويس قوي وتخش كويس انما الدوري كان متلاحق ماشي مع بعضه دي مشكلة الاندية كلها على مستوى النهاردة الدورة الانجليزة هيبدأ الاسبادة ايه نهاردة كان في الدرع الخيرية نهاردة كان في الدرع الخير النهاردة افتتاع البطولة منشوط سرسيتو منشوط سرونيتو صحيح فالنهاردة انت الاسكواد انا بس عاتب على ما كنتي في الموضوع ده مع احترامي انت النهاردة الاسكواد عندك عندك ثلاث حراس مرمى وعندك لازم تاخد اتنين بكرايت عندك احمد عيد نجح مع العلم لقى في النهاردة المصري مطش او مطشين صح نجح 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 غير عادي صح ولعيب لمستقبل كويس النهاردة عندك كريم فايد كريم الدبيس لا كريم عمر فايد عمر فايد وعلى بتاع الزمالك حسام عبد المجيد التالي بتاعهم من مش موجود محمد طارق نعم احترامي يعني الراجل اه تعمام وكله اصلا ملعبش في النهاردة المصري ربع ساعة ملعبش في النهاردة المصري ملعبش ربع ساعة وبعدين في حاجة تكون الجثمانة الولد اه كويس وكل حاجة منسكوش عليه بس ما عايزش ببلاك كلام على لعيب لا انت كنت لازم يكون عندك اربعة سردباكات اتنين باكرايت اتنين باكليفت اما نحسب كده اربعة واتنين ستة اتنين تمانية وثلاث حراس مرمى احداشر وعندك تلاثة فندرات وعندك المكان ده موجود وعندك اتنين فوقهم اذا دخلت كده في سبعتاشر لعيب وعندك اتنين راس حربة وعندك اتنين ونجليفت واثنين ونجرات قدت تلاثة وعشر لعيب اتنين